موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مشاهدين الكرام في صدى أقلام جديد من قناة رافدين نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية ونبدأ بعد الفاصل البداية من صحيفة المدى ومقال للكاتب كاظم المقداري حول الذكرى الرابع لانطلاق انتفاضة تشرين الفين وتسعة عشر التي شارك فيها الملايين من العراقيين والعراقيات من مختلف القوميات والأديان والطوائف والتي مثلت وحدة الطيف العراقي الزاهي المطالب بحقوقه المشروع وفي مقدمتها الحياة الكريمة الحرة والمستقبل الأفضل والرافض لمنظومة الفساد والمحصصة الطائفية والإثنية ونهب أموال الدولة وتقاسم المغانم مقدما من أجل ذلك التضحيات الجسام أكثر من ألف شهيد وشهيدة وأكثر من ثلاثين ألف جريح وجريحة من بينهم نحو سبعة آلاف معوق ومعوقة جسدياً والمئات من المختطفين والمغيبين ويضيف الكاتب أن العراقيين يرفضون بعد هذه السنين العجاف سلطة الفساد المالي والإداري والمحاصصة ونشر الفقر والجهل والتخلف ويعيدون حياة أفضل ومستقبلاً سعيداً ومن أجل كل ذلك ستندلع الثورة العارمة لا محال فسيتحقق تغيير الجذري والشامل طال أمده أم قصر ومن أبرز الدروس البالغة التي أعطتها الانتفاضة هي الثبات والصمود والتحدي ومجابهة القمع الدموي والقتل العمد للقوات القمعية والميليشيات المسلحة والرصاص الحي والقنابل الغازية السامة وبقية أسلحة القتل والشلل والإعاقة بصدور عارية ورغم ضخامة أعداد القوى القمعية ووحشية السلاح الفتاك الذي استخدمته ضد المتظاهرين السلميين بأمر من الطغمة الحاكمة وصنيعتها حكومة القتلة وسقوط آلاف الشهداء والجرحى والمختطفين والمغيبين استطاعت الانتفاضة ليس فقط أن تصمد وإنما حافظت على طابعها السلمي وهو ما أبهر العالم بها وعلى الرغم من عدم تكافؤ الفرص والإمكانيات بين السلطة والجماهير المنتفضة فإن الانتفاضة المجيدة هزت أركان منظومة الفساد والمحاصصة الطائفية والإثنية بكاملها وعرت رموزها وأرعبتها رغم جباروت ما تمتلكه من حمايات وميليشيات وأسلحة ومعدات قمعية رهيبة وقد أثبتت شبيبة العراق من الجنسين أنها مفخرة الوطن وشعبها وبرزت باستعدادها وشجاعتها وتحديها وصمودها وتضحياتها كأيقونة حقيقية للثورة ونبراس وهاج لها ومما زادها فخرا واعتزازا اندماجها الملحوظ مع روح الانصهار في الوطن وفي العمل الجماعي والتضحية والفداء من أجل الوطن والشعب وبذلك أصبحت الأمل المعول عليه لتخليص العراق من منظومة الفساد والفشل والخراب وحول فاجعة الحمدانية كتب مثنى عبدالله مقالا في صحيفة القدس العربي يقول فيه نعم لقد انتهت أو لقد أنهت اللجنة التحقيقية الخاصة بحارث الحمدانية عملها بسرعة فائقة وأصدرت الجهات الحكومية قراراتها بإقالة مسؤولين محليين في القضاء لكن السؤال الأبرز هو هل إدانة مسؤولين محليين صغار في هذه المدينة قد حقق العدالة لأهل الضحايا أم جرت التضحية بهم ككبش فداء لحماية مسؤولين أكبر وزراء ورئيس وزراء وزعماء ميليشيات وأحزاب وكتل سياسية يقينا إن إدانة هؤلاء لا تكفي لتحقيق العدالة لأن المشكلة أكبر من ذلك بكثير هي لا تخص قضاء الحمدانية وحده بل تشمل العراق من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه إنها مشكلة دولة لا يتحمل فيها المسؤولون مسؤولية صيانة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي فمنذ سنة 2003 وحتى اليوم عرف العراقيون أياما سودا وحوالث جلالة أزهقت أو أزهقت فيها أرواح مئات الآلاف من الأبرياء إن الموجود في العراق ركام دولة وليس دولة حقيقية فيها مؤسسات وقوانين وجهات رقابية إضافة إلى وجود جهات ظل متعددة تتصارع فيما بينها من أجل السيطرة وتحقيق النفوذ فقضاء الحمدانية هو جزء من سهل نينواء الذي تبلغ مساحته ثلاثمائة وسبعون كيلو متر مربع وهو جزء من عملية صراع بين أكثر من جهات مسلحة وكل المسؤولون في هذه البقعة الجغرافية هم جزء من المحاصصة حالهم حال بقية المسؤولين في كل العراق وبذلك هم محميون من المساءلة من قبل الجهات الساندة لهم وحتى عندما يكون الحادث جللاً ويتطلب اتخاذ موقف لحفظ ماء وجه السلطات أمام المواطنين فإن التضحية بهؤلاء المسؤولين يكون وقتياً ولفترة زمنية قصيرة حيث نجدهم بعد حين يتبوؤون مناصب في أماكن أخرى حسب قانون المحاصصة وبالتالي الضحية في هذا المشهد هو المواطن من أبناء المنطقة حيث تستمر حالة الانهيار التام للبنى التحتية في كل مرافق الدولة العامة والخاصة ويتغول الفساد في الإدارات العامة وتتغلب العلاقات الشخصية والابتزاز المالي على قضايا الأمن والسلم المجتمعي وفي السياق ذاته يتساءل الكاتب سعد ناجي جواد في مقاله بمجلة القاردينيا هل سيبقى الموت المجاني من نصيب أهلنا في الموصل فاجعة كبرى ونتائج تحقيق مخيبة للآمال كيف جعل الفساد العراق النموذج الأغرب اقتصاديا ويضيف الكاتب ما استفزني ودفعني للكتابة هو التقرير الذي أصدرته اللجنة التحقيقية التي شكلها السيد رئيس الوزراء لتقصي أسباب وقوع الكارثة إذ كما كان متوقعا جاء التقرير باهتا ولا ينسجم مع حجم الكارثة بل ولم يحترم حتى شعور أبناء المدينة والعوائل المنكوبة لقد ركز التقرير على تحميل مالك القاعة لوحده كل المسؤولية والأكثر إيلاما في التقرير أنه ثبت جملة وركز عليها كثيرا وهي أنه لا توجد شبهة جنائية وأن ما حصل لم يكن بفعل فعل الأخطر في التقرير أنه برأ كل المسؤولين الحقيقيين عن الكارثة مثل الجهة التي أجازت البناء والجهات التي يفترض بها متابعة التنفيذ والتأكد من توفر كل شروط السلامة والأمان وتوفر المخارج الطارئة وأجهزة الإنذار ومستزمات إطفاء الحرائق وغير ذلك من الأمور البديهية التي يجب التأكد منها قبل السماح لصاحب المشروع بافتتاحه وإقامة الفعاليات فيه كما أغفلت الجهات السياسية والميليشيات التي تحمي صاحب المشروع وتمنع عنه المحاسبة على تجاوزات خطيرة مثل السماح لألف شخص في الحضور في قاعة صممت لاستيعاب خمسمائة إنسان فقط كل هذه الأطراف يطالب أبناء الحمدانية وكل العراقيين وبحق بمحاسبتها لأنهم هم المسؤولون الحقيقيون والمالكون للمشروع والمستفيدون منه مادياً هؤلاء جميعاً عمدت تقرير إلى تبرئتهم من الجريمة بصورة غير مباشرة وبجرة قلب وأغفلت الجهة التي كتبت التقرير أن هؤلاء يعتبرون في نظر القانون متهمين بصورة مباشرة ومشاركين في القتل العمد ولم يخطئ أبناء الحمدانية عندما أعلنوا أنهم لم يفاجأوا بنتائج هذا التحقيق وعزوا ذلك إلى التأثيرات السياسية ومصالح الأحزاب والميليشيات المستفيدة وإلى أسلوب على التستر على الرؤساء الكبيرة وحيتان الفساد نشرت مجلة فورين أفيرز الأمريكية تقريراً حول العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ونظرة الساسة الأمريكيين إلى العراق حيث رأت المجلة أن العراق كان عدواً ثم صديقاً للولايات المتحدة لكنه أصبح الآن الصديق العدو اعتماداً على الإدارة الحالية في واشنطن أشار التقرير إلى وجود بعض الجماعات المسلحة في العراق والتي تتلقى توجيهاتها من إيران وتسامحي الولايات المتحدة الأمريكية مع هذه الوقائع حيث يرى المتشككون في واشنطن أن استعداد إدارة بايدن للتعايش مع هذا الوضع بدلاً من القضاء عليه عسكرياً أو جعل المساعدات الأمريكية مشروطةً بمحاصرة الجماعات دليل على الضعف الأمريكي أشار التقرير إلى أن واشنطن تتحمل مسؤوليةً أخلاقيةً لمساعدة العراقيين فعلى مدى ثلاثين سنة ألحقت الولايات المتحدة أضراراً جسيمةً بالعراق بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 والإطاحة بالنظام أصبح العراق بالنسبة للأمريكيين تجربةً لبناء دولة وشريكاً فاتراً في الحرب ضد الإرهاب ودميةً تسيطر عليها إيران أما الآن فقد كلفت إدارة الرئيس بايدن نفسها بمهمة تتجاوز هذا الأرض المتغير وصولاً لتطبيع دائم ونهائي مع العراق واعتبر التقرير أن العلاقة ظلت مشحونةً في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب حيث كان ينظر للعراق من قبل المسؤولين الأمريكيين باعتباره دميةً بيد إيران وعاملوا العراق بريبة وزراء ومن وجهة النظر هذا فإن العراق هو في أحسن الأحوال شريك متناقض وفي أسوأ الأحوال عدو ضمني وبالنظر إلى ذلك وإلى مدى النفوذ الإيراني فإن العراق لا يمكن أن يكون شريكاً إقليمياً مستقلاً فالولاءات المتنافسة داخل الجيش العراقي تمثل مشكلة حيث تعيق الميليشيات الدولة عن تعزيز سلطتها بشكل كامل وعلاوة على ذلك تستوعب الميليشيات الشباب العاطلين عن العمل الذين قد ينخرطون في أنشطة إجرامية أو عنيفة نشرت صحيفة واشنطن بوست افتتاحية قالت فيها إن الإبادة الصينية للإيغور أسكتت سلطاً جديداً ففي الوقت الذي تصر فيه الحكومة الصينية لا أنها بلد يحتكم للقانون إلا أن من يحكم الصين في الواقع هو حزب سري يستخدم القانون كوسيلة للقمع السياسي وفي حالة ناشطة رحيل دوات فالقانون أصبح غطاء للظلم وبعد ست سنوات من اعتقالها الأول نعرف أن رحيل حكم عليها من جديد بالسجن مدى الحياة وهي عقوبة صادمة على واحدة من أهم المدافعين في العالم عن ثقافة الإيغور وتقاليدهم وجد مشروع الحقوق الإنسان للإيغور أنه تم سجن حوالي 312 مثقفاً ومفكراً من الإيغور والقزق والقرقيز حتى نهاية 2021 وربما أكثر وحكم أيضاً على الأستاذ الجامعي الهام توهتي وهدد الصحفيون من الإيغور والعاملون في راديو آسيا الحرة أيضاً وتم الكشف عن عملية الإيبادة بعد هجوم على سوق مفتوح في جنوب تشينجيانغ في آيار مايو 2014 وقتل فيه 31 شخصاً وحملت السلطات الصينية الانفصاليين الإيغور مسؤوليته وتعهد الرئيس الصيني شي جينبنغ بسحق التطرف وفي السنوات اللاحقة بنت الصين معسكرات أمنية لعادة التعليم وتعتقلت فيها أكثر من مليون من الإيغور ودفعت السكان الإيغور لمعسكرات العمل الإجباري وشنت حملة لتعقيم النساء والحد من النسل ونفت الصين في البداية وجود المعسكرات ولكنها زعمت لاحقاً أنها مراكز للتعليم المهني ووجدت الأمم المتحدة أدلة موثوقة عن ممارسة التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان التي قد ترقى لجرائم ضد الإنسانية والآن مشاهدين إلى الرسوم الكاريكاتيرية ترجمة نانسي قنقر بلا جدران تلقيهم حر الصيف وبرد الشتاء أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم وبلدهم يطفو على بحر من الأفضل تصارعوا أكفهم قسوة الحياة هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيدة ويبذلون المهاجة ويعيدون الحياة لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن فنحن صوتكم أطلقت وزارة صحتي في قطاع غزة الاثنين فعاليات شهر أكتوبر الوردي للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثادي لدى النساء جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصحة في مقر مستشفى صداقة التركية الفلسطينية المخصص لعلاج مرضى السرطان بغزة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثادي تحت شعار خطوة بألف خطوة إفحصي ويعد أكتوبر تشرين الأول من كل عام شهر التوعية بمخاطر مرض سرطان الثادي حول العالم عبر تنفيذ عدة أنشطة تحث النساء على الكشف المبكر والدوري فيما تتخذ الأنشطة اللون الزهري أو الوردي شعارا توعيا لها والآن نتابع معكم مشاهدين فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف سيد الفرس السنة هذه الحمد لله يعني كويس متاج جدا من الكترة أكثر من ستين في المية يعني السنة الفاثر ممكن السنة الجو مناسب مع يعني أجد دورة الهجرة في جو مناسب له ليكمل هجرة والله أنا أصيده وأبيه وأترزق فيه يعني الفر بعشرة شكل وأنت عارفين وضع البلد الصعب وزيكل يعني ما ننسى وشنا نشتغل ولا شغل والعمل فبننصب الغزل بننزله من الساعة خمس ونص وصبع بنضال لساعة عشرة تسعة ونص ونحن نطرين الغزل بنتصايد عليه يعني الفر بنصيدها بنبيعها المطرح بعشرة شكل يأتي الناس اللي نفسه في حبة بيجي بيشتريهم منها بعشرة شكل وبهذا نصل لختام حلقة اليوم من صدى الأقلام في صدى أقلام الجديد نلتقي بحول الله وقوة أهدنتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة